بجد التحية بك يا كابتن هيسم وبضيوفك الكرام ومساء طبعاً فل على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي وزي ما قلت فعلاً يا كابتن هيسم معنا نجم مصاعد من نجوم النادي الأهلي محمد طارب رحب بك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي أهلاً بك محمد ده دي تاني مباراة لك مع الفريل الأول كلمنا بقى عن يعني ضربة البداية كده وازاي لعبت زي مع الفريل الأول وانت لسه في النشي طبعاً يعني أول مشاركة بتبقى صعبة شوية موترة بعد كده اللعبة الكبار طبعاً بيسنده النشيين فبنبتدي نخش واحدة واحدة في الأجواء والدنيا بتمشي يعني بعد كده الحمد لله طيب قولي بقى كابتن كابتن المسالح المدير الفني يعني توجهاته إزاي لكم في الملعب وانت طبعاً تحديداً وانت النشيين أو اللعبة النشيين توجهتهم إزاي في الملعب طبعاً كابتن ميدو دايماً بيوجهني على الاستيبال والديفنس لأن أنا لبرو فالليبرو دايماً عنده الاثنين أسين الاستيبال والديفنس فدايماً بيقول لي أركز على الديفنس والاستيبال لأن دي أهم مرتين في الليبرو يعني بس بيدعيمني دايماً طبعاً يعني اللعبة الكبار بقى يا محمد يعني في الملعب إحنا كان معنا كابتن عبدالله عبدالسلام تكلم عنكم بصورة كويسة جداً وقال أنه أنتوا يعني نواء إن شاء الله للفريق الأول للفترة اللي جاي اللعبة الكبار في الملعب بيوجهكم إزاي؟ طبعاً كابتن عبدالله كابتن أحمد صلاح كابتن أحمد الناس كتير قوي اللي فرق وكل أعتبر بتساند الناشئين يعني وبيدعمونا جامد لو ضعنا كرة وبيدعمونا عادي ولكن حاجة حصلت مش بيحاولوا يشدونا في الملعب بس والحمد لله منكم نحن نكون نقدر مسئلاتها إن شاء الله يعني ونكمل عايز تبقى زي مين في يوم بقى؟ كابتن محمد رمضان وكابتن محمد معاوض طبعاً شكراً لك يا محمد جداً ونورتنا في شاشة قناة نادي الآن شكراً ده كان لقاءنا طبعاً مع محمد طاري أحد الناشئين اللي تصعدوا مؤخراً للفري الأول كابتن هيسم شكراً لك جداً وعودة إلى الستوديو نورهان طمعاً شكراً لكم أنتوا بشكركم شكراً جزيلاً